شخص نقصة اللي توفي وهو بالطائرة هذه خاصة بها دولة الكويت الحبيبة وأول مرة ذكرتها ذكرتها في أحد الجوامع الكبيرة في دولة الكويت وهي قصة يعني بصراحة كانت مؤثرة لي لأنها كانت لأحد الإخوة كان كل سنة يجي يعتكف رمضان يجلس رمضان كله في مكة ويجلس أول يوم وثاني يوم من العيد يجلسه عند بنته في مكة يجلس عندها ويما الجاه سفره في ثاني يوم من العيد تخيلوا يا إخوان سفر في ثاني يوم من العيد كأنك تجيب الحجز أو التذكرة أو المقعد هذا من فم الأسد يما يجي مسافر هو وزوجته وولده عادة كل سنة يجيب واحد يكسب فيه لاجر يجيب خاله عمه ولد أخوه المرة هذه جاب زوجته وجاب ولده معه بعد ما انتهى من العمرة لما جاء راجع لبلده قالت أخته أنا أبغى أسافر معكم قال له الحجز ما الحجز قال له أطلع المطار وأجري الحظ دخل عندي قال لي يا شيخ أنا وزوجتي وولدي وحاجزين وأختي إلا قررت تسافر معه قلت له أجلس إن شاء الله يصير خير الرجل هذا طول جلوسه ينتظر مقعد لأخته وهو يقرأ القرآن لحيته بيضة كما تشاهدين في الصورة يقرأ القرآن والسبحة في يده وكل محلات مشكلة اللي راكب وهو يدعي يدعي لي الله فرج كربته ولقينانه مقعد فقام هذا الرجل الكبير في السن يبغى يسلم على رأس يقول له هذا عملي أعطيته يا أخوانا المقعد وختم من الدنيا ختم جواز خروج خروج خارج على دولته ويجلس في الطيارة يجلس في النص زوجته على اليمين ويبنوا على الشمال وأخته وراه ويجي المضيفة معها الجرائد تبغي حج ما يبغى جاء المضيف معه العصير أخذت الأم وأخذ الأب الولد وجاءت تقول له حج تبغى والحج تدز عليه بكتفة تقول له حج تبغى عصير فإذا هو ميت ميت كيف يا أخوان هنا العبن ميت على كرسي الطيارة جم زوجته جم ولد ميت وهو يقرأ القرآن هذه الصورة شيخه ميت نعم هذه الصورة قبل ما يموت قبل ما يموت أما اللي نزلوه دحم تيجي كالقصة قبل ما يموت هذه الصورة يقرأ قرآن وسبحة فيها أنا انتهى دوامي الساعة 7 وطيارته الساعة 7 من الموقف رجعوني قالوا لي يا شيخ ترش الراكب اللي ساعدت في طول الطيارة ميت في الطيارة تعالى عشان تشيله تغسله أنا افتكرت وننزحه معايا عشان يبغوني أرجع العمل عمل إضافي عشان وقت حج وقت عيد قالوا لي والله ما نقذب يا شيخ رجعت يا شيخ وهذه العبرة والشاهد للي أنت تبغاها ثم الجيت فعلا كان ميت فجيت قلت لهم طيب دحني نزل المصويل وتصريح الدفن وتبليغ الوفاء انتوا تلاحظون اخوان الاخوان المسافرين إلا من رحم الله يشيل في يده ما لز وطاب من الأكل والهان باق 23 كيلو هنا وفي ظاهره حتى ولاده الصغار يشيله لما جيت قلت الله طيب حد مر على أحد المغاسي عندي ونأخذ الكفن تقول لا ما نبغى الكفن حقك استغرقت قلت لازم يا أختي يلا يسلم هذه زوشتة تقول لك هي لازم نمر نأخذ الكفن عشان ننكفن ونغسره وندفن قالت لا ما نبغى الكفن قلت ليش قالت انظر بين رجلي قلت ايش يسنظر قالت طالع بين رجلي ايش كان بين رجول يا أخوان كان كيس بلاستيك فيه الكفن حقه شايله معاه شايله معاه كل سنة يجيب كفنه ويتبرع فيه وياخد كفن جديد وموصل أولاده ومرته إذا مات يندفن في مكرا الله كفنه معاه وأولاده والمسافرين شايلين نوسخ الدنيا وهذا شايله كفنه معاه ننزلت وغسلت وكفلت وطلعت مكة في تاني يوم العين وصلوا عليه برضو أمة محمد خاتمته على إيش ما هو الشاهد في القصة يا قل على عمل صالح يقرأ قرآن فجر يوم الجمعة أسأل الله علي ولكم حسن الشيخ طبعا هذه القصص ليست فقط من باب التسليل الصالحون كان يذكرون قصص عامر بن عبد الله الذي مات وهو ساجد وغيره عثمان بن عفان مات وهو يقرأ القرآن علي بن أبي طالب وهو يوقض الناس لصلاة الفجر أبو بكر عمر وهو يصلي صلاة الفجر ذكروا هذه القصص ليست من باب فقط ذكر القصص إنه من باب العبرة نحن قضينا وإياكم ثلاث أيام مع الشيخ عباس وهو يتكلم عن قصص لأناس أحسن الله خواتيمهم على قرآن على ذكر على دعاء على صلاة وهو ساجد وأناس كانوا عصاتا فختمت لهم خواتيم نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها الآن كل يحاسب نفسه كيف تريد أن يختم لك في هذه الدنيا إذا أردت خاتمة حسنة أصلح ما بينك بين الله أصلح الخلوات ما بينك بين الله الظاهر الكل يعلم عنه لكن المصيبة في الخلوات إذا أحسنت الخلوة بينك وبين الله أحسن الله لك الخواتيم